أمنياً دائماً وقفت عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمهرك بسطيل بولاية الوادي سيارة سياحية كانت تقوم بنقل 7710 حبوب مهلوسة أجنبية المنشع العملية جاءت بعد وضع حاجز أمني بمفترقة طرق بيالوادي بسطيل لم غير التغطية كانت لعبد العالي رحوم في إطار مكفحة التهريب وأثناء عمل ميداني للفرقة المتعددة المهام للجمهرك بسطيل تم وضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى مفترق طرق سطيل المغير الوادي أين تم توقيف سيارة سياحية وعند إخداعها للتفتيش الدقيق تم العطور على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة تقدر بي 7710 كبسولة وهو ما يشكل جنحة التهريب طبقاً لأحكام المادة 324 من قانون الجمهرك وأحكام الأمر الرئاسي 0506 المتعلق بمكافحة التهريب وبأمر من السيد وكي الجمهورية تم تسليم المخالف للمصالح الضبطية القضائية ليتمام إجراءات التحقيق